موسيقى انا مفكرش الجواز لأ اتعودت عيش لوحدي وتعودت على نظام معين في حياتي دلوقتي ليه طقوس في يومي ما بحبش الزحمة حبش التأمير ما بحبش التسلط في حال كثير انا محباش واللي بتعود على عيشة لوحده صعب انه يتأقلم انه يعيش مع حد ممكن الاقي حد شبهي ما هيوارد ان انا الاقي حد شبهي ويبقى فيه من الصفات بتاعتي لان انا صفاتي ممكن تكون صعبة بالنسبة اي حد معينها بشوف ان انا حياتي طبيعية جدا سهلة جدا يعني عندي مشكلة في موضوع انه من انا بنام بدري بصحة بدري انا حتى صحابي كلهم بيقاطعوني عشان بصحة يوم بدري ده بابعايز انزل الصبح افطر برا انزل عطش الشمس انا بحب كده الصبح الحياة كده يعني الحياة قصيرة جدا نستمتع بيها واحد مش عارف هيش قد ايه الكلاب عندي اهم حاجة في الدنيا انا بحب كلاب جدا انا عندي خمس كلاب امي هي كل حاجة اتعودت على العيشة دي فخلص مش عايزة حد تاني بقى مش عايزة احمى بحب شد بحب ألعب طاولة رهيبة في الطاولة كده يعني الجوز بدري والطلق بدري يعني ماكملت الست شهور فتسرعت برضه اتطريت اقول له هي كانت صدمة بالنسبة لامي ان انا اقول لها ان انا اتجوزت فتعبت وكانت دخلة في مرحلة شلل يمكن الموضوع ده كمان هو فوق يعني اتقدرت ولي ايه تأثرت زيلت على عمي قوي حسنت ان انا عارفة بجي بي سكينة او خنجر ضربتية كده وانا امي وتستهلش كده بصراحة وانا بتطلق كنت عايزة اتطلق طريت اقول له يعني ممكن هي حاجة زي كده ما عارفش يعني ما عارفش ممكن لا اقول له ده بيقى غلط بقول لي يا ريتني ودخلت التمثيل واشتغلت بشهدتي النصيحة وفنادق كمو كان اشتغل فيها كتير جدا بس بقول لي يمكن ربنا رايد لي حاجة تانية عشان التمثيل ده لا اشكر انا نفسي ما عنديش هيشكرني عليها اشكرك عليها مننا بقى دلاتي اشكرك ان انت مبزرة بصي انا بشكر نفسي فعلا ان انا متغيرتش لغاية دلوقت وان انا عملتش زي ناس كتير وبشكرني فعلا على ان انا متصالحة مع نفسي ومتسمحة ما عنديش مشاكل نفسية ضد حد يمكن انت حكو ايه سفيها الحمد لله عندي ثقاف نفسي كبيرة قوي عمري ما كنت مغرورة عمري ما بغلط في حد يعني انا يمكن امي ربتني ان انا ما بقاش اجرسف مع اي حد وتاخدي الاكشن بتاعك من طريقة اللي قدامك وعلى حسب طريقته هو انت ترد يعني ممكن ممكن ان يبقى اللي قدامي ده غلط انا مش شرط ان انا اكون غلطة زيه انا فيه ناس على فكرة كانت بتاعك تغلط غازل عاني وبعافش ارد بسكت فهو بيفتك ان انا لما اسكدت ده ده ضعف مني ان انا مش عارفة ارد فساعات بيبقى السكوت ده احترام للذات احترام للتربية بس مش اكتر مش ان انا مش عارفة ارد عليك لا انا فيها ارد بس انا كده بقلل من تربيتي ومن مستويه وبنزل لمستويك زي اللي بيحصل لنا عندنا في السوشال ميديا بلاقي حد بيكتب كومنتس كده غريبة جدا بعض اقول ايه هل اللي بيكتب ده ده بني قدم طبيعا بعض اقول ايه والله ده اكيد مش طبيع انه بيكتب الكلام ده طيب هو فين اهله فين لما بيشوفوه ما بيفكرش بس ان انا عندي اهل بيقروا الكمنتات دي ما بيفكرش مثلا ان هو بينه وبين ربنا حتى انت لما بتيجي تكتب كلام قذر كده او كلام مش حلو انت بتتلعن يعني لانا بردش اساسا بخش اكلمهم مع الديريكتب لاني بتدايق جدا اقول ليه طب انت لابسة حجاب بتقولي الكلام ده ازاي فاجأة واحد تقولي ايه على فكرة انا مش ستة انا راجل اه يعني هرقسود لا او حطر صورة بحجاب ليه طيب لا ده انا بشوف حيات غريبة جدا